بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في القناة ماما وزيادة التعليمية النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض درس الاطوال للصف الثلاث الابتدائي هناخد فيه 3 انواع من الاطوال الوحدات الكياس اول حاجة هنشرح مع بعض السنتيمتر وتاني حاجة هنشرح المتر ثالث حاجة الملي متر ياريت كل اللي يتفرج عليها دلوقتي يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا بقية الدروس مجانا بقية الدروس اي واي درس عايزينه انا هنزله لكم على طول اكتبوا لي في التعليقات وانا هنزله على طول بسم الله يلا نبدأ مع بعض اول حاجة هناخدها مع بعض اول وحدة هي السنتيمتر السنتيمتر بنرمز لها للرمز سنتيمتر ما بنكتبش الكلمة كلها سنتيمتر بنكتب سنتيمتر فاحنا بنبقى عارفين ان سنتيمتر دي سنتيمتر ان هي السنتيمتر ايه هي السنتيمتر دي ايه هي وحدة القياس دي او وحدة الاطول السنتيمتر السنتيمتر دي وحدة كياس الاشياء الصغيرة اي حاجة عندنا صغيرة بنقسها بالسنتيمتر يعني ايه سنتيمتر يعني ايه سنتيمتر هو ايه سنتيمتر ده السنتيمتر ده اللي هي المصطرة المصطرة اللي عندي دي هي دي السنتيمتر يعني ايه برضو سنتيمتر الاركام اللي فيها المصطرة تبتدي من رقم واحد اول رقم فيها او واحد اتنين تلاتة المسافة بين الزيرو المسافة بين الزيرو والوان دي اسمها واحد سنتيمتر المسافة بين الواحد والاتنين دي اسمها اتنين سنتيمتر دي تلاتة سنتيمتر اربعة سنتيمتر المسافة دي طولها تلاتين عشرين سنتيمتر ده طول المسافة اللي عندي المسافة دي بنقس بها الاشياء الصغيرة يعني ايه الاشياء الصغيرة يعني مثلا عندي قلم زي ده انا عايز اقس بيه عايزة اقس القلم ده قدي ايه فاجي اقف عندي السفر القلم اهو عندي مسلا ايجي اقف عند السفر كده واشوف طول القلم اخره كام وقف عندي عند رقم اتناشر فطول القلم ده اتناشر سنتيمتر الاشياء الصغيرة زي ايه مسلا ممكن يجيب لي اشكال كده قلم زي ده مسلا انا رسمته كده يعني رسمي كروكي كده يجي يقولك ايه اه ايه قسلي طول القلم ده كم سنتيمتر فانا باجي بقف احط اول المسافة عند السفر واشوف اخرها كام وقفت عند رقم كام وقفت عند رقم عشرة فطول القلم ده عشرة فاجي من تحت كده اكتب عشرة سنتيمتر طب الساعة دي حيجي يقولي الساعة دي قسلي الساعة دي كم سنتيمتر فاقف عند اول الساعة واخر الساعة وقفت عند رقم كام تمانية فطول الساعة دي تمانية سنتيمتر حيجي مسلا يقولي ايه المربع ده الجزء اللي هو القسوة ده اللي تحت طوله قد ايه اقف كده وقوله طوله تلاتة المسلس ده طوله قد ايه اقف كده وقوله طوله اتنين المربع ده مثلا او المستطيل طوله قد ايه الخط ده طوله ثلاثة فهي دي واحدة كياس السنتيمتر بنقسم المصطرة الاشياء الصغيرة طب لو انا مش عندي مصطرة اعمل ايه انا بعتبر ان عقلة صباعي دي مثلا واحد سنتيمتر مثلا بس هو الطفل يعني انا عقلة صباعي عشان انا كبيرة فهي بتبقى المسافة كبيرة شوية لكن الطفل الصغير بتبقى عقلة صباعي واحد سنتيمتر فهي يعتبر ان الاشياء الصغيرة بنقسم بعقلة الصباع مثلا انا هقول لكم كزا حاجة برضو خلينا نكمل الفيديو الاخر مع بعض وهقول لكم المقارنة تعالوا نشوف مع بعض واحدة كاس التانية المتر احنا الاولى السنتيمتر قلنا بيا بنقسم بها الاشياء الصغيرة طب ايه المتر المتر بنقسم بها الاشياء طويلة او الاشياء الكبيرة حجما انا ما ينفعش ايس مسلا ان الباب بالمسطرة طب الباب هيقيسه ازاي بالمسطرة ما ينفعش ما ينفعش ايس العربية بالمسطرة طب نقسم بايه نقسم بحاجة عندنا اسمها المتر ده المتر بنشده كده انا حبت اجيب لكم الحاجة عاملية عشان اطفال اللي ما شافوش الحاجات دي قابل كده ده المتر ده بيبقى طوله كبير جدا على حسب كل متر بصو المترة دي طويل معايا بعض اشياء ده شده المتر او المتر ده بنقسم بيه الاشياء الطويلة زي الباب زي العربية زي الحيطة زي العجلة بالشارع الاشياء الطويلة بنقسمها بالمتر المتر الواحد المتر الواحد بيساوي 100 سنتيمتر المتر الواحد بيساوي 100 سنتيمتر الاسئلة بقى اللي بتجيلنا في المتر والسنتيمتر افرد انا انا مش طول الوقت معايا مثلا مصطرة ماشية بيه او متر ماشية بيه فبيجي السؤال مثلا او انا في الامتحان مش معي مترا ولا ماسطرة الاشياء القليلات quehdabad بجيب لي الرسومات ده بجتب لي ؟ انا من يعرفة فهمة الحجات الصغيرة بتتت집 بل تنادي ما متر بساوي كم انتظر المتر مات سنتي الثانين متر ambos سنتي. التلاتة متر تلتمية سنتي. الخمسة متر خمسمية سنتي. طب تعالوا شوف مع بعض كده. هو هنا جايب لنا سؤال الاسئلة اللي بتيجي بالشكل ده. بيقول لي ايه? ده خط تحت الطول المناسب. انا زي ما قلت لكم انا مش طول الوقت معي قلم ومسطرة ومعي متر. فانا عندي مسلا ايه? قايل لي قلم القلم. القلم ده انا بقى فهم. القلم ده صغير ولا كبير. القلم صغير. ده بالقلم صغير. ده بالقلم صغير يتقاس بالمتر ولا بالسنتيمتر. القلم صغير وحدة الكياس الصغيرة السنتيمتر. يبقى اعلم على السنتيمتر. من غير مقيس. ممكن يجيب لي شكل. يعني ممكن يجيب لي القلم مرسوم شكل. يقول لي ده متر ولا سنتيمتر. فانا بقى فهم ان القلم بالسنتيمتر. الشجرة. الشجرة كبير او ممكن يرسمني صورة شجرة. يعني ممكن يرسم لنا كده صورة والشجرة أكيد صغيرة السجرة كبيرة فتتقاس بالمتر العجلة كبيرة بالمتر الكراسة كبيرة بسانتيمتر الاستيكا صغيرة فهو هذا الفرق بين المتر و السانتيمتر فأنا أفهم أن الأشياء كبيرة متر الأشياء الصغيرة بالسنتيمتر ده المتر والسنتيمتر طب تعال نشوف وحدة كاس التالتة الملي متر الملي متر دي الملي متر دي اصغر من المتر او اصغر من المتر واصغر من السنتيمتر او اصغر من السنتيمتر ايه ده طب احنا الملي متر دي بنقسب ايه طب احنا السنتيمتر بنقسب المسطرة الملي متر المتر بالمتر طب الملي ملي متر نقص باية ؟ نقص باية بالمسطرة احنا قلنا المسطرة سنتيمتر و ملي متر احنا اتفقنا ان المسافة بين الزيرو والوان اسمها سنتي في شورة كثيرة في النص جوا المسافة الصغيرة في النص هي الملي متر المسافة المسافة الصغيرة في النص دي اسمها مليمتر لو قسنا الشورة اللي في النص دي لو عدناهم قصدي هنلاقيهم عشرة يعني نجرب كده انا هنا مش باين اوه عشان الكاميرا كل واحد عنده مصطرة في البيت يعد الشورة اللي في النص دي هي عشرة يعني محن الان باين سنتيمتر جوا عشرة مليمتر اوه كل واحد سنتيمتر عشرة مليمتر كل اتنين سنتيمتر لدي 10 و10 مليمتر كل تلاتة سنتيمتر لدي 30 مليمتر كل اربعة سنتيمتر لدي 40 مليمتر فان نبقى فعمين كدا ؟ ان الاشياء السغيرة قوي 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 بتتقاس بالملي متر الاشياء الاكبر شوية بتتقاس بالصانتي متر الاشياء الكبيرة قوي بتتقاس بالجم Dame احو باسوا اصغر من سنتيمتر وهنا تكاس الاشياء السغيرة جدا ناسه احو O 10 ملي مت اناغر أصنع atN adolescents اناغر أصنع些 الاتنين سنتي جوا عشرين ملي متر. نحط السفرة على طول. ممكن يجي لنا السؤال بالطريقة دي. اوجد الطول بالملي متر. لا الواحد سنتي بيساوي كم ملي متر. احنا قلنا الواحد جوا عشرة. يبقى عشرة ملي متر. نحط السفرة على طول. طب الخمسة خمسين. طب السبعة سابعين. نزود سفر. التسعة تسعين. طب في سؤال تاني بيقولك ايه? اختار الكياس المناسب. او وحدة الكياس المناسبة. انا كاتب لي اشياء هنا. وبيقول لي دي وحدة سنتيمتر او متر ولا ملي متر. احنا اتفقنا ان احنا نبقى فهمين. احنا مشتور الوقت معنا مصطرة. احنا قلنا الشجرة بتتقاس بايه? كبيرة. كبيرة دي وحدة كياس ايه? يبقى المتر. نعلم. على المتر. طب القلم. القلم ده كبير او. بس مش كبير اوي. يتقاس بالمصطرة او. ايبقى العلم سنتيمتر. ايه الزرار ايه ده? ده الزرار صغير اوي. الزرار صغير قدي كده. نقيسوا بايه الزرار ده? بالمتر? لا. بالسنتيمتر لا بالملي متر. يبقى نقيس الزرار بالملي متر. كان صغير قوي. الدبوس الدبوس الصغير خالص ده. نقيسوا بايه? بالملي متر. الباب الباب كبير. نقيس سنتيمتر لا ما فيش مصطرة اتقضيه. يبقى بايه بالمتر? تمام? دي كل الاسئلة اللي بتيجي على المتر والسنتيمتر والملي متر. انا كده خلصت الدرس النهاردة. الوحدات الكياس. اهم حاجة نكون عارفنا من الدرس. ان احنا عندنا تلت وحيات وتلت وحدات للكياس. صمتي متر اللي هو بالمسطرة. المتر اللي هو بالمتر اللي هو بالمسطرة برضو بس الشرط الصغيرة اللي بين الصمتي. يا رب يكون الفيديو عجبكو. يا رب تكونوا فيمتو كويس قوي. اي حد عنده اي نقطة واي ملاحزة اكتبالي في تعليقات وانا هنزلها له على طول. وانت يا ريت ما تنسوش تسيركو في القناة زي ما اتفقنا واتفعلوا الجرس اشان يوصلوكو بقية الدروس. انا هنزل بقية الدروس بعد كده. اه ويرب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.